فخامة الرئيس عبد الفتاح سيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة جيش مصر العظيم الحضور الكريم كل عام ومصر دايماً في عزة ونصر أهلاً بحضراتكم جميعاً تحية طيبة برائحة النصر وعتر الوطن إنه أكتوبر المجيد ذو النصر التاليد هذا يوم ننصت فيه لصوت مجد نصر عظيم من أبطال صنعوه أو شاركوا فيه وشهدوه وحكايات نصر لن تنتهي مهما قلنا عبر السنين ستظل خالدة الذكر في تاريخ هذا الوطن بطلات نصر عظيم ستظل خالدة الذكر في تاريخ هذا الوطن وأبطال هذا الوطن ويأتي من بعدهم من يحيي ذكراهم ويصنع مجداً جديداً فجيل يسلم جيلاً لتبقى رايتنا خفاقة أبداً نبدأ أعمال هذا المنتدى أرحب بحضراتكم جميعاً كل عام وحضراتكم بخير في وطن آمن أبدأ مع سيادة اللواء الدكتور سمير فرج حضرتك من أبطال حرب أكتوبر أكتوبر الذي كان نصراً خرج من رحم الهزيمة وكان انتصاراً كبيراً بعد انكسار كيف حول هذا الشعب وقواته المسلحة هذا المعنى وجسده مصر تحتفل هذه الأيام بأغلى ذكرة وهو نصر أكتوبر الذي حققه الجيش المصري في العصر الحديث نتذكر دائماً ذكريات أليمة في حرب 67 صباح 5 يونيو 67 قامت إسرائيل بتوجيه ضربة جوية بمئتين طائرة ضد المطارات والقواعد العسكرية والدفاع الجوي بعدها اندفعت القوات البرية الإسرائيلية إلى سيناء بهدف الوصول إلى قناة السويس وجاء يوم 9 يونيو 67 يوم حزين في تاريخ مصر 9 يونيو العلم الإسرائيلي عبدالف الشرقية للقناة 9 يونيو القوات الإسرائيلية تستكمل تدمير قوات نفسينا 9 يونيو في الخامسة مساء الرئيس الراحل عبد الناصر يتنحى عن الحب ولكن الشعب المصري رفض الهزيمة ورفض تنحي الرئيس عبد الناصر ولم يمضي شهر على هذه الهزيمة 1 يوليو 67 تقدمت القوات الإسرائيلية لاحتلال مدينة بورفواد وعند منطقة راس العش تصدت لها فصيلة ساقة 30 جندي بأسلحة خفيفة واربجيات معركة سبع ساعات خسر فيها العدو الإسرائيلي الكثير وارتد ولم يحقق هدفه كانت أول بصيص أمل لنعجبها قد إيه فرحنا وقد إيه انبسطنا وفي نفس العام 21 أكتوبر 67 اخترقت المدمرة الإسرائيلية إيلات أكبر قطع بحرية في إسرائيل المياه الإقليمية المصرية أمام بورسعيد تصد لها اتنين لنش سواريخ من قاعدة بورسعيد البحرية وأغرق المدمرة وعليها مئة فرد وطلبة الكلية البحرية وتركض الآن حطام المدمرة في قاعدة البحر المتوسط أمام بورسعيد وتلها العديد من المعارك التي مهدت لحرب أكتوبر 73 سيدة اللواء سمير فرج بالتأكيد مرحلة الإعداد والتخطيط كانت بمثابة ملحمة وطنية لأبطلنا من القوات المسلحة إعجاز في الفكرة والتخطيط أبرز ملامح هذه المرحلة مرحلة الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر بعد هزيمة يونيو 67 قامت قوات المسلحة أول شيء باستكمال وإعداد تنظيم قواتها أنشأنا جيش الثاني أنشأنا جيش الثالث ولأول مرة أنشأنا قوات الدفاع الجوي في هذا التوقيت كان ممكن للقوات الإسرائيلية أن تعبر قناة السويس وتهدد القاهرة ولذلك قامت القوات المسلحة بإعداد خطة دفاعية كاملة لقواتنا غرب القناة بعد استكمال هذه الدفاعات بدأنا نفكر في كيف سنحرر سينة وبدأنا التخطيط لخطة تحرير سينة كان عندنا بعض المشاكل أولها الساتر الترابي ساتر ارتباربي موجود على الضفة الشرقية للقناة بارتفاع 20 متر كان ناتج أعمال الحفر كان مطلوب أن نعمل فتحات شاطئية في هذا الساتر لأن بعد فرد الكباري تعبر منه الدبابات والمدافع والمركبات وقام المقدم باقي بفكرة وهي خرطيم المياه استنبطها من عمله في بناء السد العالي في أسوان ونجحت الخطة وفي أربع ساعات نفذنا فتح كل الفتحات الشاطئية ثم جاءت المشكلة الأكبر اقتحام خط برليف أقوى الدفاعات الموجودة تبقى للكتب العسكرية هو خط مجنو اللي عملوا الألماء الفرنسويين أمام الألمان في الحرب العالمية التانية أنشئ هذا الخط 31 نقطة حصينة من شرق برسعيد حتى السويس خط مكون من سواتر ترابية ومن مرابي الدبابات ومرابي مدفعية أنا بيبنا بل نطاق من الأسلاك بدأ والموانع ست أسلاك وبذلك كانت الخطة أننا نعبر قناة السويس في 12 موجة من القوارب المطاطية وكل جندي كان عارف مكانه فين ومهمته إيه وتسليحه إيه عملنا الكندي جندي سترة عشان يهاجم بها وحط فيها سلاحه وزخرته وتعينته والمية عملنا أيضا السلالة من الحبال عشان تتسلق بها هذا الساتر الترابي ويوم ستة أكتوبر الساعة 2 قامت قواتنا بتنفيذ الضربة الجوية بـ 220 طيارة قامت المدفعية بتمهيب نيراني ثم بدأت موجات العبور بـ 12 موجة في ست ساعات عبرنا قناة السويس واختراقنا خط برليف يوم 7 أكتوبر كان لنا 200 ألف جندي على الضفة الشرقية للقناة زي ما كان يوم 9 يونيو يوم حزين في طريق مصر كان يوم 9 أكتوبر يوم أسود في طريق إسرائيل وقفت جلدا مهير رئيسة الوزراء وموشا ديان وزير الدفاع في المؤتمر الصحفي الشهير ليعلن هزيمة إسرائيل وقالت جلدا مهير لن نستطيع أن نوقف المصريين بعد الآن لذلك قامت أمريكا بعمل أكبر جسري جوي عسكري نقلت فيها أحدث الأسلحة الموجودة في هذا التوقيت إلى العريش لا يمكن نتذكر حرب أكتوبر وإلا نشوف في الجانب الآخر كان بيقول إيه عننا الجنرال شارون في حديث على البي بي سي سألوه جنرال شارون ما هي مفاجئة حرب أكتوبر هل إن المصريين هجموا في عيد الغفران وهو عيد ديني ممنوع الحركة فيه في إسرائيل هل إنهم هجموا الساعة 2 الضهر هل إنهم هجموا بالتعاون مع سوريا في نفس اليوم وفي نفس الساعة هل إنهم قفلوا باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية قال أبداً مش هو ده المفاجئة بالنسبة لإسرائيل كانت في الحرب دي وده كلام جنرال شارون كانت الجند المصري قال للجند المصري اللي أنا قابلته في 73 قال للجند المصري اللي أنا قابلته في 73 لم يكن الجندي اللي قابلته في 56 و67 وقال في كتابه الأخير أنا بقول لجيش الدفاع الإسرائيلي إذا دخلنا حرب مقبلة مع المصريين فاحذروا أنه سق ستقابلون جندي مصري جديد لم تقابلوه من قبل وشكرا شكرا شكرا شكرا